جماهير الكرة القدم في مصر وفي القرى الأفريقية كلها مرتقبة وفي انتظار مباراة زهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الهجمع بين الأهلي والوداد المغربي بكرا إن شاء الله على استاذ القاهرة في هذه البطولة إزاي هتعامل كولر مع هذه المباراة؟ إيه التكتيك اللي ممكن يعتمد عليه؟ مين الأقرب لحسن المباراة الأولى في المنفسة على اللقب؟ كل ده هنعرفه دلوقتي مع ضفنا اللي بنوارنا إبراهيم علي الناقد الرياضي إبراهيم صباح الخير عليك صباح الفول أهلا بيك أهلا بيك إزاي الأهلي استعد لهذه المباراة فنية؟ الأهلي استعد طبعا مباراة هتكون صعبة جدا على قدام فريق قداء زي الوداد طبعا دي المرة التالتة اللي الأهلي بيلاقي فيها الوداد في المباراة النهائية للأسف الأهلي في المرتين اللي قبل كده ما عرفش الفوز على الوداد في المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بالذات لكن المرة دي في استقرار فني في صفوف النادي الأهلي مرسل كورر عارف قداء المباراة دي مهمة جدا بالنسبة للجماهير بالنسبة للفريق في حالة استعداد وتركيز شديد جدا طبعا للمباراة دي لأن المباراة دي فيها أكتر من عامل طبعا الأهلي عايز يعود خسارته طبعا المرة اللي فاتت في المباراة النهائية للسنة اللي فاتت طبعا عايز يأكد أن هو قوته في البطولة الأفريقية حصد اللقب رقم 11 تأكيد طبعا أن هو يشارك كمان من فواد الفوز البطولة دي مش بس الحصول على اللقب 11 لا هو كمان عشان يشارك في بطولة كاس العالم الأندية اللي هتقام طبعا في السعودية آخر السنة دي فكل دي عوامل طبعا بيفكر فيها النادي الأهلي كل دي بيجي من وراها غير أن هو بيشارك في البطولات أو أن هو يشارك في البطولات قرية زي كاس العالم الأندية هو كمان عايز يربح من وراها مستويات فنية وكمان أرباح اقتصادية ومادية طبعا هتبقى نتجة عن أن هو يفوز باللقب ويحصد الجائزة بتاعت اللقب وكمان الجوائز المالية اللي هيحصدها من مشاركته في كاس العالم الأندية في السعودية طيب أنت بتقول أن الأهلي مستقر إداريا هذه الفترة أو في هذه البطولة وهو فنيا لكن عندنا غيابات مؤثرة طبعا وأبرزها طبعا الشنوي طبعا يعني خبر صادم طبعا كل جمهير الأهلي تصدمت مبارح لما تم إعلان القائمة أو أن هي القائمة تم تسربها يعني عن طريق النادي الأهلي أن خلاص محمد الشنوي جايب عن مباراة الزاب وده مش بسبب أن هو لسه ما تعافش من أصابة لا محمد الشنوي تعافه من أصابة وجاهز طبيا من الناحية الطبية طبعا جاهز للمباراة ولكن طبعا بحديث الطبيب الدكتور أحمد أبو عبلى رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي ومع مرسل كولر وبحضور محمد الشنوي دي كانت كواليس أن هو جاهز طبعا للمباراة لكن مرسل كولر مش عايز يجازف به لأن أصابة محمد الشنوي من مباراة التراجي في النص النهائي فطبعا كل كانت في عضلة السنمانة فهو خايف أن هي تتفاقم وده ممكن يأثر على حظوظه كمان أن هو يغيب لفترة طويلة لو اتفاقمت الأصابة هل نقدر نقول مثلا في النقطة دي تحديدا أن كولر مطمئن بعض الشيء لمباراة للزهاب فمأجل شوية محمد الشنوي عشانه يحتاجناه في مباراة العودة ما ظنش يعني هو مش عايز خاطر هو بيبص لمصلحة اللاعب وبيبص طبعا لمصلحة اللاعب وأن هو مش عايز يسبب له أصابة ممكن تمتد لفترة طويلة وده هيأثر على النادي الأهلي يعني احنا عارفين طبعا أن جدول مباراة مزدحم بنخلص الموسم يخش في الموسم اللي بعدها على طول لسه في مباراة حاسمة للأهلي بعد بطولة أفريقيا طبعا كل التركيز عليها دلوقتي ولكن في مباراة لسه في الدوري عايز النادي الأهلي يحسمها بعد كده مشاركة أكيد الموسم الجديد في دور السوبر الأفريقي اللي هيقام لأول مرة وبعد كده بطولة أفريقيا برضو هتبتدي على طول في كاس العام الأندية فكل دي ضغط مباراة فهو مش عايز يخسر لعب مهم زي محمد الشناوي فأنه هو يفكر أو يشوف أنه هي مباراة نسبيا سهلة مباراة الزهب وأنه هو يحافظ عليها عشان لمباراة العودة لا ما أعتقدش هو بيحاول أنه هو يوفر جهود اللاعب ويضمن مشاركته أو أنه هو يبقى سليم ما في المية عشان ما يخسرهوش لمباراة هتبقى كمان صعبة زي ماتش الولاد طيب علي لطفي هل تأكد أنه هيشارك في هذه المباراة ولا لا وفي حال غياب علي لطفي فالمسئولية ملقاة على شبير طبعا كل المعلومات دلوقتي أنه طبعا علي لطفي دخل قائمة المباراة جاهز طبيا جاهز فنيا للمباراة ولكن طبعا اللي جاءت دلوقتي لم يستقر كولر على مين هيحرص أو مين هيبقى حارس مرمى النادي الأهلي قدام الوداء إما علي لطفي أو مصطفى شبير طبعا الكفة هتميل علي لطفي لأنه هو الحارس بالضبط أنه هو الحارس الثاني في النادي الأهلي عنده خبرة أكتر شارك في البطولة الأفريقية الموسم ده شارك في مباراتين حافظ على نظافة شباك وشارك بشكل عام في خمس مباراة مع الأهلي الموسم ده في البطولات المختلفة حافظ على نظافة شباك وعنده خبرة أفريقية شارك في المباراة الأفريقية عكس مصطفى شبير اللي تم يعني أنه هو في الفترة اللي شارك فيها مع النادي الأهلي يشارك في بطلات زي كاسر رابطة ماتشات الأخيرة أو آخر ماتشين في الدور يشارك فيهم أدى أداء كويس جدا وده اللي هيبقى يدي حيرة شوية للكولر هل يعتمد على المستويات اللي قدمها شبير في الفترة الأخيرة وأنه هو قدر أنه يزبط نفسه وأنه هو مش مجرد حارس ثالث لا هو ممكن يعوض غياب الشناوي يعوض غياب علي لطفي ولكن ولا الكافة هتميل علي لطفي لأنه عنده خبرة شوية وعلى طول في التحام في المباريات وعلى طول في التحام مع محمد الشناوي في خبرات موتابات لما بينهم في البطلات الأفريقية فهنا الكافة يعني ممكن على حسب كلر طبعا هيشوف إيه الأصح ولكن أعتقد أن علي لطفي هيكون هو الحارس الأساسي طيب أيهما دوافقه أكبر سواء الوداد أو النادي الأهلي النادي الأهلي طبعا يسعى للقب 11 في تاريخه ومهم جدا بالنسبة لنادي الأهلي في هذا التوقيت وفيه ثقر كروي ما بين الأهلي والوداد على الأقل في النسخة الماضية في نفس توقيت الوداد خد بطلتين على حساب النادي الأهلي وطبعا زعيم القرى الأفريقية يعني هو بيسعى للحصول على بطولة على حساب زعيم القرى الأفريقية بالزبط الدوافع يعني بنسبة كبيرة هي متكافأة لأن الفرقين كبار جدا ولكن طبعا النادي الأهلي عنده الدوافع الأكبر لأن اللي حصل الموسم اللي فات طبعا كل الجماهير مش هتنسى لأن اللي حصل اللي مبراء تقام من مبراء واحدة والأزمة طبعا الشهيرة اللي حصلت الموسم اللي فات والضغط اللي حصل على النادي الأهلي من إسناد المبراء طبعا أو قامت المبراء النهائية في المغرب على أرض الوداد طبعا قدام الجماهير وغياب طبعا جماهير النادي الأهلي في الموسم اللي فات ده يعني وكمان خسارة في المباراة النهائية كل دي دوافع للنادي الأهلي ان هو عايز يعوضها يعوض ان هو اللقب اللي تسحب منه او ان هو خسره في المباراة النهائية وبعد الجماهير هتشوف ان هي النادي الأهلي خسر الموسم اللي فات النهائي بسبب يعني فيه اكيد طبعا كان فيه اخطاء فنية بقيادة البيتس موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي ولكن برضو كان فيه منها بعض الجوانب الإدارية والتعاني الشوية اللي كان موجود من الاتحاد الفريقي ضد النادي الأهلي بعد اقامة المباراة في أرض غير محايدة لأن طبعا كان الوداد طرف المباراة وعلى ناحية التانية طبعا الوداد برضو عايز يأكد تفاوقه الوداد من أقوى الفرق اللي بتحافظ على نظافة شبكها عندها خط دفاع قوي جدا قدرت أن هي تخسر أو تخرج وتقصي فريق زي سانداونز من دور نص النائم مع أنه كان المرشح الأول للبطولة فدي حاجة تبين قد قد قوة النادي الوداد قوة أنه يخرج من مباراة الزهاب على أرضه بنتيجة صفر صفر وبعد كده يروح هناك في جنوب أفريقيا يتعدل اتنين اتنين بالمباراة والشكل اللي شفناه أنه كان ليه الأفضلية في أكتر من مرة هو اللي تقدم في النتيجة مرتين متتليتين ولكن قدر النادي الوداد أنه يرجع عن طريق خبرات لعبية طبعا عن طريق خبرة وأنه ما بيهموش حتى أنه يلعب خارج أرضه أو لا هو في أي مباراة في أي ملعب بيقدم الأداء المعهود بتاعه فعشان كده المباراة هتبقى صعبة ولازم لازم لازم النادي الأهلي طبعا عنده فرصة مهمة جدا بكرة أنه لازم يحصل من المباراة بأكبر عدد من أهداف ويحافظ عن نظافة شباكه لأن مباراة العودة هتكون صعبة وطبعا هتبقى قدام جمهير المغربية فالأمور هتبقى صعبة فلازم عندك فرصة دلوقتي قدام جمهيرك بعد الحصول على الساعة الكاملة طبعا للستاذ القاهرة أن أنت تحقق فوز كبير هنا وتتمئن قبل الذهاب للمغرب طبعا مهم جدا والأهم كمان أن كولر اتفرج على المباراة الأخيرة للوداد قدام سانداونز لكات في بريطوريا وشاف طريقة لعب الوداد ده يخلي كولر يلعب إزاي في هذه المباراة؟ كولر لازم يلعب أن هو يتوخى الحذر طبعا من الهجمات المرتدة لفريق الوداد الكرات العرضية طبعا ممتاز بيها نادي الوداد عن طريق محمد ونجم طبعا محمد ونجم يعني من اللعيبة الإسماء معروف هنا في مصر لأنه كان بيلعب في نادي الزمالك من 2019 إلى 2022 قبل ما يرجع له نادي الوداد عندهم أكتر من سلاح مهم جدا من أهمهم زي ما احنا قلنا الكرات العرضية الهجمات المرتدة لازم طبعا هيبقى فيه تعليمات خاصة للظاهرين محمد هاني وعليم علول لأن هم دول الأعرب أنه شاركوا في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي لأن هم هيبقى عليهم المسؤولية لمرأبة محمد ونجم ومرأبة المهاجم برضو عندهم مهاجم مميز جدا السنغالي سامبو ده برضو من علاصر القوة والأسلحة القوية جدا أنا بيمتاز بيها نادي الوداد عشان يقدر يقلل من الخطورة بتاعة الكورة العرضية وشوفنا ده في مثال في موراة سانداونز أن الهداف اللي جاتك عن طريق الكورة العرضية بتتحول برأسيات فده طريقة لعب الوداد لازم الأهلي يوقف الخطورة دي ويلعب بلعبه المعهود لازم طبعا هيبقى فيه سلاسيخات الوسط طبعا بعد عودت كمان حمد فتحي مش بس علي لطفي لا حمد فتحي كمان رجع لقائمة النادي الأهلي طبعا وجوده مع وجود أليو ديانج وكمان مروان عطية التلاتة دول بيدوا أمان وثقة لقلبين خط الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم أو محمود متولي على حسب مين اللي هيلعب أو مين هيفضل كلر في المباراة دي فده يعني خط الوسط طبعا هيبقى ليه الكلمة لأنهم برضو نادي الوداد بيمتاز بخط وسط مميز جدا وعندهم أكتر من لعيب مميز لكن عندهم ليه بات استبعادات فنية وإصابات بالزبط فلازم للأهلي يعتمد على أنه يوقف للخطورة دي ويلعب لعبه المهود عن طريق السلاسي طبعا المهم أنه هو أكتر سلاسي بيهدد المرمى بيرستاو ومحمود كهربا وإحسان الشحات دول لازم يبدأوا المباراة بشكل أساسي عشان هما دول يعني أخطر لعيبة عند النادي الأهلي على عكس ولعيبة تانية زي أحمد عبدالقادر أو طهر محمد طهر دول ممكن يعتمد عليهم طبعا مرس كولر ولكن كأوراق بديلة لأن هما يعني بيقدموش المستوى المطلوب لو بدأوا بشكل أساسي طيب بس احنا عندنا مشكلة في كمان في اللي بيقدموا المستوى المطلوب زي ما قلت كده كهربا وبرستاو في استغلال المرتدات الأهلي عنده مشكلة خلال الفترة الأخيرة في استغلال الهجمات المرتدة لا يحسن التصرف في النهاية ازاي كولر ممكن يتعامل مع حاجة زي دي ده كان واضح جدا في المباراة الأخيرة بالذات قدام سراميكا كلباترة في الدوري أكتر من كورة جات لكهربا جات لبرستاو بيتم إهدارهم بشكل غريب جدا فتخيل دي مباراة دي وفي الدوري إنما ده نهائي والفرص دي لا تتكرر بالضبط لأن أي فرصة هتتاح لك في المباراة دي وهتضيعها هتندم عليها لأن أنت كل فرصة هتجي لك قدام المرمى لازم تنهيها لازم تفنشها لازم تسجل منها أهداف ده اللي كان لازم يشتغل عليه كولر في مدة المباراة من آخر مباراة لعبة للنادي الأهلي كانت يوم الاتنين تقريبا كان عنده هو تقريبا خمس أو ست أيام يحضر فيهم لعبة لازم كان أكيد يشتغل مع خط الهجوم بتاع النادي الأهلي إن هو يقدر يحاول إن هو يسجل الأهداف أو إن هو يبقى عندهم طريقة أحسن لإنهاء الهجمات أو إنهاء الفرص اللي بيتجالهم قدام المرمى طيب جماهير ناد الأهلي تابعت المباراة الأخيرة تحديدا بتاعت سراميكا كيلو باترا وكان عندهم تعليق إن المستوى مش مطمئن هل ده مقصود؟ هل اللعيبة كانت بتفكر في مباراة الودات فعشان كده الأداء يا دوب خلاص حققوا الفوز بهدف واحد؟ وهل كانت صحة أصلا إن الأهلي يلعب مباراة الدوري خاصة أنه مقبل على نهائي؟ طبعا لأن كل مباراة أو أن أنت تلعب تلات مباراة في الدوري قبل نهائي أفريقيا ده مهم وكمان مهم جدا اللي عمل كولر إن هو عمل سياسة دوير في أكتر مباراة من بداية مباراة أمبي ثم طالع الجيش وبعد كده سراميكا بدل أكتر من لعب يستخدم أكتر من طريقة الشركة أكتر من لعب في المباراة التلاتة دي وكان عنده تحت فرصة إن هو يريح ببعض اللعيبة الأسنية ولكن كان مهم جدا إن هو يبدأ بالتشكيل تعريبا الأساسي في مباراة سراميكا كيلو باترا لأن اللعيبة لازم تبقى عندهم احتكاك بالمباراة ما يبقوش مريحين لأنه شوفنا طبعا مباراة تلوعة الجيش تقريبا كل الأساسيين كانوا مرتاحين فما ينفعش إن هم ما يعودوا ماتشين وراء بعد مرتاحين لأ كان لازم يشاركوا يعني لسوق الحظ النادي الأهلي إن هو ما قدرش يحسن مباراة في وقت مبكر لأن طبعا لو كان حسن مباراة في وقت مبكر كان هيدلوا الفرصة إن هو يريحهم في وقت طبعا أبكر من اللي خرجوا فيها أو اللعيبة الأساسية شوفناهم في بعض اللعيبة غدرت في وقت متأخر من المباراة ولكن في بعض اللعيبة كمان كملت المباراة لمدة التسعين دقيقة وكان من أبرازهم طبعا علي معلول وعلي معلول من اللعيبة اللي أنا كنت شايفة إن كولر غلت غلت لما خليه كامل التسعين دقيقة قدام سرمجة المباراة طبعا لأنه هو من أكتر اللعيبة اللي أنت بتبني عليه يعني مفتاح لها مهم بالنسبة لك بيمتاز بالنزع الهجومية طبعا والدفاعية فأنت على طول بتستخدمه في أنه هو يشارك بالسورة المستمرة دي والإجهاد اللي بيحصل له طبعا فكان ممكن أن أنت تخسره ولكن الحمد لله خارجت المباراة والنادي الأهلي احتفظ بكل لعيبي من أي إصابات ما تعرضوش لأي إصابات الحمد لله فده كان حافظ للنادي الأهلي أنه هو يخرج من مباراة قدر نحق الفوز كان يعني حتى لو الأداء ما عجبش الجماهير فطبعا في بطولة الدوري في وقت صعب زي ده وقبل طبعا مباراة الوداد أكيد أكيد هيبقى أي حد كداب لو قال النادي الأهلي ما بيفكرش في المباراة حتى لو ده اللي بيطلع ويقوله المسؤولين أو المدرب أو مدير الكورة لا أكيد فيه تفكير في المباراة لكن أنت مش هتقدر تقدم المستوى بتاعك 100% في مباراة زي دي لأن أنت طبعا بتفكر وبتجهز المباراة بالك مشكور بالمباراة طبعا بكل تأكيد طبعا حدث نشكورك شكرا جزيلا وكل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة وإن شاء الله يحسم البطولة من لقاء الزهاب شكرا جزيلا إبراهيم علي الناقد الرياضي شكرا جزيلا إ pouما تنا Wellness